موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معكم كانال نستالجي نهار كبير هذا وكبير بزاف وراني في الضيافة جمعية الرحمة في الشخص الرئيس ديالها المحبوب اللي هو السياس الدين البيدري والأخ محمد الناس الملاح اللي يشرفوا المدينة ومشرفين براكنا ومشرفين بناس والفخر ديالنا كاملين عمس كان رعيا نطلبوا له الشفاء يا ربي الشفاء العاجي إن شاء الله وغاد نطرحوا واحد غياج وشأس إلى السياس الدين السؤال الأول هو فين وصل المستجدد للأخ محمد وفين وصل الأمور والسؤال الثاني يعني من اللي يكون شي نيداء إنساني بالنسبة للجالية البركانية يعني كيفاش كيشوف تحركات ديالها تفضل سياس الدين ونحن نطرحوا إن شاء الله إن كان النصالجي والسيبوشيقي طبعا وطبعا هذا الحوار أو هذه الدردشة وهذا الاتصال وجزء من تقافتك الجمعوية الجميلة والرائلة طبعا التي تبحث عن الخير لمنطقة جبال بنيزناسن وساكنتها ومداشرها التي تحولت إلى مدينة بركان وهي جزء لا يتجز من الوطن المغرب العزيز والحبيب السؤال الأول في المرتبط بأخوية محمد عمراوي كما تعرف أن أخوية محمد عمراوي قدرنا نزوج على اللايفات ولايف آخر حالي الحالة دياله بعجاله وأننا نتصل نفسي للمندوب ونجحنا أن نقلهم قسم مستعجالات القسم مرضى أمراض القلب وبدون من قول لأعطيه واحد المصطلحة يعني قاعة أمراض القلبية قاعة عادية لأن كما تعرف مستشفى الدرق ببركان يفتقد إلى كثير 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 من الألية التبية وهذا حلم مدينة بركان وإقليم بركان كان أن يحظى بمستشفى إقليمي في المستوى والحمد لله أن هذا الشخص العملية دياله إما أن هذا الدربي وسط رامده وعنده لكرت رامد ولكن مازال مخرجات شو كما قال الطبيب ديالي يوضح لي قال لي أننا يمكن بعد ما ندير واحدة الراديو فررها في فاس نشوفه يمكن نديره العملية ولكن العملية كان هنا ثلاثة الحالات الحالة الأولى أننا اللي رانا ننتظره واشتاد يقولنا السيد المندوب وناشدنا في الفيديو أنه يدخل ويرفد ذلك الميلف يرفده بيديه ويطرق به الأبواب أن في هذه الحالة لانجح السيد المندوب يحرك ذلك الميلف أننا العملية الشراحية هاته السيد يدار باطل بلمجان وما نخسره حتى واحد الـ 125 الفرنك يبقى أن هذا الراديو الذي طبعا واحد الراديو الذي كانت نفس ويطلب 300 أو 350 هذه الطريقة التي طبعا تطبيبه والله أعلم إذا كان نشحنا فرامد هذه تكون مجانية 100% بالصحيح إذا لم يمشت فرامد هنا نقطة أخرى إذا لم يمشت فرامد هذه العملية كما قال لأن الدكتور الذي هدرت معه قال لي لا يوجد سر أن العملية جد معقدة إذا كان المريض يصر على أنه يدار عملية الجراحية هنا الذين يحتاجون 10 مليون سنتيم لكي ندروا العملية الجراحية طبعا الجالية تبرعت وحاليا كاين واحد ثلاثة ثلاثة أخرى ساهمت معنا بمساهمة يخلف عليك ولكن هذه المساهمة حتى تحول هذه المساهمة الرصد الذي يبقى في الانتظار إلى أننا فعلا ندروا العملية الجراحية تاع أنها تنقبنا بعشرات المليون والله هذه العملية الجراحية ما تنقمش بعشرات المليون لأن البرحة تصلت بها المرشدة الاجتماعية المدينة السعيدية اللي يرحملها الوالدين حتيها شفت الفيديو وقالت لي كان واحدة الجمعية اللي يمكن هذه العملية ندروها بخمساة المليون إذن حاليا كان تبرعات اللي بالتبرعات اللي اللي توصلت منك أخي أبو شيخي بالتبرعات اللي كان طبعا اللي موجودة حاليا إلا كانت تدار بخمساة المليون أننا رانا في واحدة تبرع لا نغي نلدوك الناس اللي بغين يتبرعوا لأننا قلنا لهم قلنا لهم انتظروا كان الأخ حبنو التصل بيا نار الأخ دياله من الخارج كان الأخ حوزي كان 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 واحد الشخص آخر الحمد لله كان الناس ولكن كان ينتظروا انتظروا ماذا يقول الطبيب غدا على ذاك التقرير إن شاء الله إن شاء الله إلا كان فعلا أنه درت العملية جريح باطل هذا الرصيد كذلك لأن هذا المريض ما بين الموتو الحياة تجمعوا هذا الرصيد وهذا يعطيه هذا المريض أمام الملأ وحساب شفاف وأمام الكاميرات وإحنا كنا نقول كل اكتقاص الدارجة رأي لا أعطانا شي واحد شي فرنك وما وصلناش وما فضحناش ربي يفضحه في الدنيا وفي الأخيرة إحنا إحنا لا أعطانا شي واحد شي دور وما فضحناش إلا دي السنة ربي يفضحه دنيا وخيرة وفضحه إحنا نطالب بأننا لوصلنا شي ضر وما وصلناش وإسترنا الإنسان ربي يفضحه في الدنيا ولأخيرا هذه الدعاء دائما نقولها إحنا كنوصلنا شي ضر الحمد لله أننا كان أعطوها في بلاستو ولدرتها العملية الجراحية كذلك نجمع الفلوس وأمام الكاميرا ونقول له سلمنا لهذا الشخص خمسة المليون ولا أربعة المليون ولا ثلاثة المليون وهذه هي طبعا الشافافية ونريد أن هذا العمل يستمر نقطة أخرى اللي طرحتها الإخوة أبو الشيخي في غاية الأهمية عن دور الإجالية طبعا كما تعرف أن الخيمة الرمضانية بابو إقشار وصلت إلى الرقمة 11 وهل العام 12 والأعمال الخيرية كلها لدينا واحد البطل العالمي وهي شامل قروج اللي كان كيساد في الجمعية ديها وكاين الجالية المغربية نقولك الصراحة البرج وازية مدينة تبركان مكتتعون شي ما نخجرش أنا باشي قلتها وعود قلتها وعود قلتها وعود قلتها البرج وياه مدينة تبركان مكتتعون شي قليل يعودون على رؤوس الأصبيع الفلوس تعزكت انتع مدينة تبركان مكتتمنشو العمل الخيري كما ينباغي صحيح حقيقة أنه كان بنيون مساجد ولكن يكفي من المساجد بيوت الله جميلة ولكن هناك كثير من البناء. خص الأموال أن تشوف الأعمال الخيرية الأعمال الإحسانية النس اللي كتعاني للمستلزمة الأخرى اللي خص إقليم بركان حتى هذا كيعتبر كمساجد. الجالية المساعدة ديالها طبعاً أسطورية. المساعدة ديالها إنسانية. كما تعرف الجالية شباب اللي مشوا وقطعوه بحور. كاللي مسكين مشى حارك. كاللي مشى فكار. كاللي مشى بك وغطو. وكونوا نفسهم بنفسهم. وتكفوا مشواهم تكفي الحمد لله. أنا مشوح العدد كبير اللي عندهم الشواهيد. والحمد لله ما وصلوا تم موحدة كبعنا سمو ثقافين وكيعطيه والمسكين حقه. كيعطيه والمريض حقه. عاشوا في البلدان الديمقراطية وشافوا كيفاش كيفاش كيتم الفعل الإنساني الراقي. ومن بعيد كيبغوا يسندوا فعلاً أنا الجالية وكنوا لها كل احترام. نيسا رجال شباب شيوخ شيخة. رأى واحد الحب متبادلة لا تقدرش يعني بكل صراحة ما تقدرش تصوره. ناس اللي متقفين وعين وجايلين وخرقوا العلم ويجي يقول لك المساعدة بحرش يتفلس غير ما يعرف والو. بالنيا الصادقة والصفية. ما يتفلس فعليك ما وروا كي يقبضوا يعطي في سبيل لا يعطي في سبيل القضايا الاجتماعية وكلوا الناس الخبز. الحمد لله رمضانة اللي فاتت الناس كلات 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 الدجاج كلات اللحم كلات شربت العواصر كلو ضانوا البنان جمعية بلادي جمعية آآ صابرين الناس تاع الجالية يالله يعمر هادار. ماشي الجالية اوروبا كاملة ومعها حتى الشرق اوسط. يعني يقع المهاجرين تاع المغرب. ومعهم المهاجرين تاع مدينة تبركان الصراحة الصراحة. وماشي الفضل ديالهم يرع لجمعية ديالنا جمعية بويقشار ولا الفضل ديالهم اللي راح حاليا كيتنام ويدهر بواحد الشكل بارز مع جمعية الرحمة اللي هو ولكن الخير ديال الجالية راح باين. باين علش علش اللجمعيات وباين مفش اللقوة في الطبية وباينها وكل اخ بو شيخي مكلب الفاميليا ديال كتاول امراض يدير دين عملية جراحية معقدة على امراض القلب لاخ بو شيخي كاين كاين رواد في العمل الجمعوي يسمحوا لمن عرف اسموااتهم رواد في العمل الجمعوي وكاين ناس اللي حقا في العمل الجمعوي تخصمنا معهم ولكن سمحنا لهم الله يسمحهم لانهم ناس اللي وخط خصموا معنا كي يشتغلوا في العمل الجمعوي في العمل الرياضي. يقع كل من اجل عمل جمعوي. الجالية الصراحة. بركاني. كل الجميع الجالية رائعة رائعة جدا. رائعة في المساعدة ديالها. رائعة في الطعطف ديالها. رائعة في الاحساس ديالها. رائعة في الانتماء ديالها لجبال بنيز. ناس في الانتماء ديالها للمغرب في الانتماء ديالها للبعد الاسلامي في الانتماء ديالها الى البعد الانساني وهذا هو اهم. ناس يعني في المستوى والله يرحم لهم الوالدين والله يرحم لها ربهم وقرهم. انت الله يحفظك رانسي عز الدين محمد السيمون عم ونطلبه له الشفاء يا ربي وكان هذا النصطلجير هذا النهر عندها شرف كبير 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 بزاف لهذه الجولة هذه والهذه التصريحات والمستجدات والله يحفظك لنا السي عز الدين والسيمون عم ويرك عزيز وغالي على كل شي والله يحفظك امن شيرنا قدر انقول تحياتي لامكرام للمساهمة لكم كانت العملية الجراحية قال أن العملية الجراحية ولكن Austin حدثougة ونربي roles الجراحية باي تمن ولو على حساب حياتي. مصر لانه كي يعاني بزاف وبغية اما الموتة اما الحياة اكون او لا اكون سؤال شكس بيري بغية السيدي وجده اكون او لا اكون وحنا نعاونه في حالة ما كان قدر الله وقدره هادي نسلمه هاد الشيء العزاء دياله وان له ما نعرفه شكون السابق. ربما امرأت هو وربما احنا نسبقه. قدر الله وقدره كما قال لي واحد فى البلوك خدمت ما في دور قال او ملك. قالوا رام دخلوه نصحح والله ايلا متو. قالوا دخلوا قتر بك كومة. قالوا قسم بالله الا اكتر بمية بالله راني خدم هنا اكتر بخمستاشر سانة. قالوا دخلوا كومة 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 ما يتنفسوش. قالوا صافي صافي ماتو. قالوا عاشورهم حاليين كل حلف. ما يتنصحوا. قالوا ما تنوش يا صحي. قالوا ما يتنوح يا الله. والنصر كي يقلعونها القلب ويرضوا لها قلب موتور قعوا وراهم عايشين. ما كان مشكلة. عملية جرحيا طلبوا الله يشافه. وحنا لنا معهد السيد. والله يحفظكم السياس الدين. وكما يقولون عمر الانسان قصر ويحاول الانسان يعمر هاد العمر يتلهب واحد الحاجة انسانية. والحاجة اللي فيها الرحمة حتى لما يترحم برحمة الله. نحنا انطبار بي شافي ان شاء الله. وبره اخرى باش نختمه السياس الدين هادا شرف كبير الكامير مستالجي. هاد دورة هادي. وكما تشوف المدينة نقات. والمتشرد ما تلقاه. الحمد لله. الحمد لله هاد النقطة رجعوا ليها ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله. الله يحفظك السياس الدين سي محمد. الله يشافيك قومون عيم. والله يحفظكم ومعكم دعاوة الجميع والله ينوركم. والله يرحمه. وتحياتي وتحياتي وتحياتي. الله يعانكم. اشتركوا في القناة